السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياه إذن في هذا الفيديو غلقوا متصحيح فرض لمادات الرياضيات للمستوى الخاليس رابط الفرض غلقوا في صندوق الوصفة إذن غلقوا مباشرة بالسؤال الأول إذن السؤال الأول يقول اكتب بالأرقام أو بالحروف إذن لا في الحالة الأولى عند العدد مكتوب بالأرقام ومطلبنا نكتبه بالحروف إذن العدد هو ماذا؟ هو نعم ستة ملايين وأربع مئة وخمسون وخمسون ألفاً ومئة وستة وعشرون وستة وعشرون نعم إذن هذا هو العدد إذن غلقوا نحاولونه بشيء واضح نعم غلقوا الآن إلى الحالة التانية إذن الحالة التانية العدد مكتوب بالحروف ومطلبنا نكتبه بالأرقام إذن لنكتب إذن ماذا؟ ثلاثة ملايين إذن ثلاثة ملايين وسبعة وعشرون ألف إذن هنا فصل الملايين غير مذكور إذن غنشون ماذا؟ الآلف قلنا سبعة وعشرون ألف وماذا؟ وتسعمائة وتسعة وتسعون إذن الوحدات البسيطة تسعمائة وتسعة وتسعون وهكذا غير يكونوا حصلنا على العادد ننتقل الآن إلى السؤال الموالي إذن السؤال الموالي يقول أضع وأنجز ما يلي أضع وأنجز ما يلي إذن هنا لدينا عملية الجمع وعملية الطرح وكذلك عملية الجمع إذن ننجز العملية الأولى إذن سوف نضع العملية بشكل عمودي نعم إذن هنا ستة آلاف وسبعمائة وعشرون فاصلة خمسة وأربعون زائد إذن نضع الفاصلة هي الأولى ثم الجزء العشري ثم نضع الجزء الصحيح الوحدات أسفل الوحدات ثم العشرات ثم المئات نضع خط العملية ونبدأ بالإنجلس خمسة زائد لا شيء هي خمسة أربعة زائد تسعة تلاتة عشر مكتوب تلاتة ونحتفظ بواحد ننزل الفاصلة واحد زائد سفر واحد زائد تمانية تسعة اثنان زائد ستة تمانية سبعة زائد اثنان تسعة ستة زائد لا شيء هي ستة وغي كل جواب هو ستة آلاف وتسعمائة وتسعة وتمانون فاصلة خمسة وتنات ننتقل الآن إلى العملية الموالية وهي عملية الطاح إذن نكتب العدد الأول سبعة آلاف وتمانمئة وتلاتة وتسعون ناقص إذن العدد الثاني إذن غنوضع الوحدات أسفل الوحدات ثم العشرات المئات والآلاف وغنوضع الجزء العشري إذن باش نخدره نقوم بالعملية بشكل صحيح غنضيف الجزء العشري للعدد الأول اللي هو هيكون فاصلة سفر سفر إذن غنضع بالإنجاز للعملية سفر ناقص سنة لا يمكن نسلف واحد ونرد سنة فعشر ناقص سنة سبعة سفر ناقص إثنان لا يمكن نسلف واحد ونرد سنة عشر ناقص إثنان تمانية ننزل الفاصلة ثلاثة ناقص ثمانية يمكن نسلف واحد ونرد سنة ثلاثة عشر ناقص تمانية خمسة تسعة ناقص ستة ثلاثة تمانية ناقص ستسعة لا يمكن نسلف واحد ونرد سنة ثمانية عشر ناقص تسعة تسعة سبعة ناقص ستة وواحد وقد تكون العملية هي الف وتسعمائة وخمسة وثلاثون فاصلة سبعة وثمان ننتقل إلى العملية الموالية ونضع العملية إذن الف ومئتان وخمسة واربعون فاصلة سبعة وعشرون زائد إذن سنضع العدد إذن الوحدات سافر ثم العشرات ثم المئات وحدات الآلاف وعشرات الآلاف ونبدأ بإنجاز الفاصلة إذن سبعة زائد لا شيء هي سبعة اثنان زائد لا شيء اثنان ننزل الفاصلة خمسة زائد سفر خمسة أربعة زائد اثنان ستة اثنان زائد خمسة سبعة واحد زائد أربعة خمسة لا شيء زائد ثلاثة ثلاثة هاي كل جواب هو 35.765.27 ننتقل الآن إلى السؤال الموالي إذن السؤال الثالث يقول أفكك الأعداد التالية إذن هنا عنا مجموعة من الأعداد خصنا نقوم بالتفكيك دياله إذن نبدأ بالتفكيك ديال العدد الأول إذن العدد الأول نقوم بالتفكيك دياله حسب الفصول إذن هنا عنا فصل ماذا الملايين وفصل الآلاف ثم فصل الوحدات البسيطة إذن يعني بأننا تفكي ديال العدد غيكون بهذا الشكل إذن سبعة وننضيف الأصفار ثم غنتقل إلى فصل الآلاف ونكتب ثمانمائة وأربعون ألف ثم فصل الوحدات البسيطة ثلاثمائة وستة وستون هكذا نكون قمنا بتفكيك العدد غامش نقوم بتفكيك العدد الثالث إذن غامفكو كذلك ستة عشر مليون نزيد عليها الآلاف خمسة وستون ألف ثم ماذا؟ ثم الوحدات البسيطة أربعة وسبعون إذن نحن قمنا بتفكيك العددين وبهكذا نتهينا بالسؤال الثالث ننتقل الآن إلى السؤال الرابع إذن نقارن بوضعي الرمز المناسب إذن نطلبنا المقارنة إذن كنشوف الفصل الذي يوجد على اليسار إذن فصل الملايين هنا كذلك فصل الملايين إذن هنا 23 هنا مائة و 23 إذن نبقي أن العدد الأول كيف هو؟ سيكون أصغر من العدد الثاني إذن هنا سنكتب رمز أصغر سنمشي المقارنة الثانية كذلك هنا فصل الملايين ولكن نشنو كنلاحظ بأن فصل الملايين متساوي هنا 78 و 78 إذن ما قدوش نحكمه على المقارنة سنتقل إلى الفصل الذي يلي وهو فصل آلف إذن 566 566 كذلك تساوي إذن ننتقل إلى فصل الوحدات البسيطة 101 وهنا و 1 إذن هناك يعني بأن 100 و 1 أكبر من 1 وبتلغي كل عدد الأول أكبر من العدد الثاني إذن نعمل رمز أكبر ننتقل إلى المقارنة الموالية إذن هنا بالنسبة للمقارنة الموالية شمكين عنا؟ فصل الآلاف مع فصل الآلاف هنا 789 وهنا 800 إذن هناك كل عدد الأول كيف هو؟ أصغر من العدد الثاني هنمشيو المقارنة الأخيرة إذن هنا عنا عدد على شكل أرقام ونكيل عدد الثاني عبارة عن عدد مفكك أو عبارة عن كتابة جمعية إذن نحولها إلى عدد رقمي إذن هنا سنضيف ماذا؟ 889 مليون وميئة وإثنان عشرة إذن هنا حولنا إلى كتابة ماذا؟ رقمية إذن كاللاحظة ماذا أن العدد المتساوي إذن نفس فصل الملايين نفس فصل الآلاف ونفس فصل الوحدات البسيطة إذن المقارنة ستكون ماذا نعم هي تساوي تساوي وبهكذا سننتهي من السؤال الرابع ننتقل الآن إلى السؤال الخامس إذن 120 متر كم يساوي من مليمتر إذن ممكن استعاد جدوى التحويلات أو ممكن نقوم بالتحويل دهنيا إذن هنا غد نقوم بتحويل دهنيا إذن 120 متر إذن غنديد فوق سفر دي سيماتر ثم سفر للسنتيماتر ثم سفر المليماتر وغايكو الجو هو 120 ألف غامشو الآن التحويل ثاني 15 كيلوغرام إذن غنحتاج إلى جدوى القتال ممكن استعادة جدوى القتال ممكن نقوم بالتحويل دهنيا إذن الكيلوغرام ماذا يليه؟ إذن هنا سفر للهكتوغرام ثم ماذا؟ سفر للديكا ثم سفر للغرام وغايكو الجو هو 15 ألف غامشو التحويل الموالي إذن غنحولوا من ديكا متر إلى ماذا؟ إلى ديكا متر مربع إلى سنتيمتر مربع إذن هنا غنكتبو العدد 145 وغننضيفو الأصفار إذن هنا جدو الأصفار باش نرجعو الماتر ثم جدو الأصفار باش نرجعو الديكا متر مربع ثم جدو الأصفار باش نوصلو لسنتيمتر مربع وبهكده نكونو قمنا بالتحويل وهكذا نتهينا من السؤال الخامس ننتقل الآن إلى السؤال السادس إذن السؤال السادس يقول أرتب تزايديا بعد القيام بالتحويلات اللازمة إذن لباش نقدر نقوم بهذه التحويلات باش نقدر نقوم بهذا الترتيب خسني ضرورة نقوم بتحويل إلى نفس الوحدة إذن هنا عنا كيلو جرام وعنا القرام والطن وديكا قرام إذن غادي نحوله إلى ماذا؟ إلى القرام إذن غا نحوله العدد الأول إلى القرام شنو غادي يكون كيساوينا هو 25 وغا نضيفه ثلاثة west باش نرجعه الإلقار إذن العدد غا يكون هو 25 ألف قرام هي 25 كيلو جرام 50 كيلو جرام غا تشفى كما هي دماغ نشول أربعة طن أربعة طن إذن باش نرجع PF LG غا نضيفها الثلاثة أصفار وباش نرجعها الى ماذا الى القرام ونضيفه ثلاثة دل أصفار أخرى وبالتالي العدد سيكون هو ماذا أربعة ملايين ماذا القرام سأمشيه الستة وعشرون ديكا قرام تهيه سنحوله هالقرام إذا ما سننضيفه سفر واحد ستكون هي مئتان وستون قرام الآن ستولي المقارنة سهلة وبسيطة لأننا على النفس الوحدة إذا نرى ما هو أصغر واحد عدد هو خمسونة قرام ولكن هنا ترتيب تزايدية من الأصغر الى الأكبر إذا نكتبه المقارنة الأولى إذا خمسونة قرام كيف هي أصغر من ماذا نعم إذا من مئتان وستون اللي هي ستة وعشرونة ديكا قرام إذا في الجواب مخصيش نكتب بالتحويلات نكتب الأعداد اللي أعطونا ستة وعشرونة ديكا ديكا قرام ثم ماذا أصغر من ماذا من خمسة وعشرونة ألف جرام اللي هي خمسة وعشرونة كيلو جرام أصغر من ماذا من أربعة طن عفوا إذا هناك تطلق أحطها إذا نكتب أصغر من أربعة طن وهكذا قمت بالتحويلات اللازمة وحصلت على الترتيب التزايدي لهذه الوحيدة ننتقل الآن إلى السؤال السابع إذا السؤال السابع ماذا يقول أحدد قياس الزاوية وأدخل الأدات المستعملة ثم أستنتج إسمها الزاوية إذا هنا لقياس الزاوية كل هذه الوسيلة اللي هي المنقلة إذا نستعمل المنقلة وغادي نقوم قياس الزاوية إذا نوضع رأس الزاوية نعم في المنقلة وغادي نحسبه إذا سافر عشر عشرون ثلاثون إذا كم تساوي ماذا أربعون إذا نجحل قياس الزاوية هي أربعون الدرجة إذا نكتبها القياس هو ماذا أربعون درجة إذا هنا اسمها إذا هذه الزاوية عفوا إذا هنا أربعون درجة إذا هناك سبس خطأ مكتبش درجة نقوم بتصحيح ديالها إذا نقلنا ماذا أربعون درجة إذا نغام شو الإسم ديالها إذا الإسم ديالها سيكون انتلاقا من القياس انتلاقا من القياس ديالها إذا القياس ديالها كيف هو أربعون درجة إذا هي زاوية حادة إذا شاء نقول حادة إذا نكتبها زاوية حادة إذا هنا نوعها أو اسمها إذا هنا زاوية حادة إذا نحاول نضعها في المكل الصحيح إذا زاوية حادة ثم الأداة المستعملة إذا نشنقلنا للقياس نعملنا ماذا المنقلة اللي هي باللغة الفرنسية ماذا تسمى رابورتر وبهكذا نكون ننتهينا من تصحيح هذا النموذج نتمنى أنكم تكونوا يستفقون من هذا التصحيح وحد موفق وإلى اللقاء